ومن قياس العلة هذا العناة إلى مثل جديد بعد أن بيّن الأول قال قول الله عز وجل إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولًا فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا فأخبر سبحانه أنه أرسل محمدًا صلى الله عليه وسلم إلينا كما أرسل موسى إلى فرعون وأن فرعون عصى رسول الله فأخذه أخذا وبيلا فهكذا من عصى منكم محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذه الله أخذا وبيلا وهذا في القرآن كثير الله عز وجل يقول إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ يُخَاطِبُوا الْمَلْأَ مِنْ قُرَيْشِ رسولًا شاهدًا عليكم كما فيما مضى أرسلنا إلى فرعون رسولًا لم يذكر الله عز وجل هنا اسم الرسول الذي أرسله إلى فرعون لكننا علمناه من آيات أخر ذكر الله عز وجل أنه موسى بن عمران وهذا ظاهر جدًّا بيّن في القرآن كما أرسلنا إلى فرعون رسولًا فَعَصَى فِرْعَونُ الرَّسُولُ هذه الألف في قول الله عز وجل فَعَصَى فِرْعَونُ الرَّسُولُ هي التي تسمى عند العلماء إلى العهد اللفظي العهد اللفظي أي عهد لفظي ما قبلها عندما جاء نكرة قال الله عز وجل إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَونَ رَسُولًا فَعَصَى فِرْعَونُ الرَّسُولُ أي رسول؟ هذا الرسول الذي أرسلناه إليه قلنا هذا يسمى في علم اللغة عهد لفظي ولذلك بعض الناس يعني الكبار في الأدب الكبار في الصياغة اللغوية يقول إذا كتبت خطابًا إذا كتبت خطابًا إلى أحد تقول في أول الخطاب مثلًا تقول من فلان ابن فلان إلى فلان تقول سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ثم إذا ختمت الخطاب تقول وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ أي إذا بدأت الخطاب تبدأ بالتنكير تقول سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وإذا ختمت الخطابة تقول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخذها العلماء من هذه الآية هذا استطراد لغوي خارج عما نحن فيه لكنني أحببت ذكر هذه الفائدة لعل الله عز وجل أن ينفع بها والمقصود هنا قياس العل